بقى لمشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه وعايزين ناخد اكبر قدر من مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه افضل تشكيلة او الحداشر ممكن يبدأ مباراة الاهلي وفيتا كلاب نبدأ مع بعض عبد الرحمن عبد الله بيقول الشناوي في حراسة المرمى ياسر ابراهيم ايمن اشرف بدر بنون محمد هاني ديانج والسولية وافشة قهربة اجي طاهر طريق اللعب يعني اربعة تلاتة تلاتة ملك احمد بتقول الشناوي ياسر ابراهيم ايمن اشرف بدر بنون محمد هاني ديانج السولية قهربة افشة طاهر مراوان محسن هنا فيه اختلاف في اللعب اخر حاجة محمود ده انور اه الاشناوي هاني بدر بنون ياسر ابراهيم علي معلول لو سليم او ايمن اشرف بابين قصين حمد فتح اليو ديانج افشة قهربة طاهر محمد طاهر محمد شريف هي بنسبة كبيرة هتخرج عن واحد او اتنين من التشكيلة اللي تم طرحها او توقعتها توقعتها الجماهير في مباراة الاهل وفيتا يوم السبت القادر هي مباراة صعبة ان شاء الله نسعى لتحقيق السلاس النقاط لان لسه فيه جولة اخرى فيه كنشاسا ان شاء الله بإذن الله نقدر نعود بنتيجة ايجابية لان الجولتين دول هيحسنوا بشكل جيد جدا شكل صدارة المجموعة الاولى في دوري ابطال افريقيا في ظل ان سينبا عنده مباراتين مع المريخ الاولى في السودان والثانية في تنزانيا ان شاء الله بإذن الله الاهل يقدر